واحد يسألني الغضب حرام ولا حلال؟ الغضب حرام وحلال امتى يكون حرام؟ لما يكون الغضب في الباطل طب وامتى حلال؟ الغضب في الحق عشان كده الحق محتاج لغضب طب ايه اللي أغضب؟ أصلا أنا ماشي في الشارع واحد شتامني ذاتي من جوة قالت لي ما هو أحسن منك زي ما شتامك اشتمه عين بعين وسن بسن أنا بقى دورت على وسيط المسيح ليته يقول الذي يشتم فلم يشتم عوضا بل يسلم لمن يقضي بعد فلش هتامني قلت له شكرا ربنا يسامحك بعد ما مشيت مين اللي اتغاز؟ ذاتي تقعد توبخني انت قلت له ربنا يسامحك؟ ده هيستضعفك ده بكرة هيركب ويدلل رجليه الناس دي مش عايزة غير الشدة والقوة اقول لها انا هنفذ وسيط المسيح واغضب زي ما انت عايزة لكن انا مش هكسر وسيط المسيح اغضبه ولا تخطئه وتفضل ذاتي غضبانة غضبانة بس ان شاء الله قبل ما الشمس تغيب هتهدأ وتعرف انها انبسطت ان انا نفست وسيط المسيح لكن لما بتغلط انت في حاج بتحس انك انت ايه خدت حقك لكن بعد ما تمشي تحس بضيء انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ انا ايه اللي خلاني انزل للمستودات؟ طب اللي شتمني ده غلط انا اصلح الغلط بغلط ولا اصلح الغلط بصح؟ مش الكتاب قال لي لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير ادي معنى كلمة اغضبوا على ذاتكم او ذاتكم تغضب عليكم سيبها تغضب لغاية المغرب هتكون هدية ولا تغرب الشمس على غزكم يعني ما تنامشوا انت متغاز بالعكس صلوا وقولوا اشكرك يا رب عند صلاة الغروب قلوا اشكرك يا رب انك اديتني ان انا اقف ضد ذاتي وانفز وسيتك واتبصت لهذه نفسك وجدت السعادة والسلام في قلبك لا تعطو الابليس مكان ايه كلمة لا تعطو ابليس مكان؟ جواك ابليس بيدور على صغرة في كل واحد فينا سد امامه الصغرات قول هلما فلنبني اسوار اورشاليم ولا نكون بعد عار سد الصغرات ابليس بيدور على صغرة يدخلك منها ما تديش لابليس مكان عارف يهوزة يقول الكتاب ان ابليس القى في قلبه يعني رمى بزرة كده ان يسلم المسيح من بره القى ابليس في قلبه زرة ان يسلم المسيح اه اده له مكان بس مكانه بزراية ابليس بره ما دخلش وبعدين مش المسيح يسوع البزرة خلت ابليس يعمل ايه؟ انه يخليه بالكامل يقتنع روحا وجسدا ان يسلم المسيح يبقى يعني يجي يسوع يقولك ايه؟ انه ليس كلكم طاهرون لكن في واحد فيكم نجس ده يهوزة يبقى رمز البزرة لما استجاب للبزرة نجسوا بعد ما نجسوا قالك وفي احد فيكم الشيطان يعني امتلكوا الشيطان بالكامل عشان كده هنا لا تعطوا ابليس مكانا امتلكوا Rotary